بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى احنا في حلقات الجليس بنحاول بقدر امكان يكون حلقات الجليس هو فعلا الجليس اللي بيجالسنا الجليس اللي بيفضل معنا وقت طويل وجليس النهاردة لما نبدأ به عبادتنا بنحس كأنه بيوجه قلوبنا للقبلة جليس لطيف قوي قوي لما احنا بنعيش معاه بنحس انه هو بيفرشلنا المصلية في اتجاه القبلة بشكل صحيح كأنه بيوجه قلوبنا للقبلة من اقرب طريق ولما بنبدأ به يومنا بنحس ان اليوم مليان بركة مليان اليوم كده صابح وبنستشعر كأننا بنتهيأ للدخول في صاحة لطف الله وكرمه ونعيمه وصاله سبحانه وتعالى وبيخلينا نبتدي عملنا ونحس ان هي مغموسة في كريم نظر الله وفضلي فانا استبشر ايه الجليس الحلو ده الجليس النهاردة كأنه بيجعل لنا عينين بتشوف بجمال الله سبحانه وتعالى فنشوف جمال نعمة ربنا وفي بداية كل عام وبداية كل عمل وبداية كل يوم الجليس ده لازم يكون معانا الجليس ده اسمه ايه؟ عبادة بناخفل عنها لكنها عبادة عبادة لابد ان احنا نعيشها دايما في حياتنا وما نتركهاش وما نسيبهاش ايه العبادة دي؟ العبادة دي عبادة الاستفتاح اول ما بنسمع اول ما بنسمع الاستفتاح ناس كتيرة بتقول اول ما ييجي الاستفتاح ده بيجي على بلها دواء الاستفتاح في الصلاة اللهم باعت بيني وبين خطاياي كما باعت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما تنق السوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والسلج والبرد أو دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول من المسلمين آه ده جزء من فلسفة الاستفتاح بل ده اللي احنا أخدنا منه عبادة الاستفتاح بس الاستفتاح عندنا مش مقتصر على دعاء الاستفتاح في الصلاة الاستفتاح دوت قيمة الاستفتاح ده معنى واسع قيمة كبرى في حياتنا ولذلك أكتر ناس هتشوفهم عاشوا في كترة الاستفتاح احنا جبنا منه إن الاستفتاح ده ينفع ناخده للحياة من قول تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فشوفنا المصريين مثلا خدوا الاستفتاح ده وبتدوا يعيشوا به ويستفتحوا يومهم بالصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لما يجي بياع لما يجي أي حد يستفتح الحاجة بتاعته ويقول لك نستفتح بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يستفتحوا بسماعة القرآن الكريم فتلقى الشارع الصبحي كده طيبة منفوحة بأصوات القراء العظام زي الشيخ محمد رفعت والشيخ منشاوي وقل لي قرأ من القراءة الكبار العمالقة الأجلاء تلاقي المصريين بدأوا اليوم بده فبدأوا اليوم بهدوء وبدأوا اليوم بحاجة جديدة مهمة وهم كمان لما يجوا يبتدوا شغلانة جديدة كمان ولا يبتدوا مشروع جديد ولا جوازة يستفتحوا برضو بقراءة الفاتح اللي هي أم الكتاب فالاستفتاح بقى قيمة وبقى حياة الاستفتاح يا سيدة لأن قيمة تعالوا نشوف القيمة دي تعمل في حياتنا إيه الاستفتاح مفتاح بيفكرنا دايما إن حياتنا كلها لمولانا فما نعملش إيه فما نحسش إن حياتنا تقيل علينا فما نهملش وإن عندنا الاستفتاح ده يفتح لنا باب اليقين بكرم الله سبحانه وتعالى وكمان يحرك النوايا ويخلي نوايانا متصلة بكرم ربنا فيخلينا نعيش في الحياة ونسعى للعيش بالعطية وبالنعمة فالاستفتاح ده بيخلي القلب متوجه لمولاه ويمتيقن من نظر مولاه سبحانه وتعالى له ومتيقن من معاملة ربنا سبحانه وتعالى ليه ويبقى فيه يقين بوسع كرم الله سبحانه وتعالى وإن فيه مدد وعاون على العيش بمراد الله كل ده يعملوا الاستفتاح وأكتر بالعكس بنحس كتير بالفرق لما نبدأ سنة جديدة أو مشروع جديد أو يوم جديد بالاستفتاح كأن ربنا خلى الاستفتاح ده مش كلمات بنقولها خلى الاستفتاح ده باب ندخل بيه على كرم الله سبحانه وتعالى وعشان كده لما نبدأ أعملنا بالاستفتاح بنحس معنا تاني جدا جدا كأننا بنتزود كأننا يومنا بيزيد بركة مشروعنا بيزيد بركة وقلوبنا تفضل متعلقة بمولانا سبحانه وتعالى ومش بس كده نحس كمان أن أدامنا رسخة حسين باليقين من مدد الله وبيخلينا الاستفتاح نحب الإحسان في العمل لأن احنا بالاستفتاح ده بنستحضر أن ربنا نظر إلينا وأن ربنا معانا الاستفتاح ده وات من أكتر الحاجات المسؤولة على أن الإنسان يحس بحلاوة حلاوة إيه؟ وهو معكم أينما كنتم